يعني فرق من أكتر هبدأ بابع أحمد بعدها كابتن طارق اعتبرت مش موجود فعلا؟ طيب مصر المقصة حقيقي عانى جداً السنة دي واحد من أكتر الفرق اللي ظروفها فعلاً كانت ظروف مش طبيعية ومن اللحظة لقولك وتتحس مصر المقصة صعب يكمل بالمقارنة ببقى الفرق صعب مع الظروف اللي في مصر المقصة اللي يكمل الواحد زيال على مصر المقصة واحد من الفرق اللي قدمه أداء مميز جداً طال السنوات الماضية نادي المقصة نادي كبير يعني اسم النادي نادي كان فترة من الفترة كان بنفس على الدوري وكان راح أفريقيا يعني دايما فيه أبسان داونز يعني زيما بتبقى وتوصل القمة صعب يبقى فيه مشاكل في النادي وده في كل الاندية في مصر يعني صح يعني في الاندية مثال كبير يعني امي بقى له فترة مثلا امي متعودين عليه دايما نوفو يعني في نص الجدول في الاندية كتير زيال بنك الاهري جاي من تحته والسنة دي كان ممكن يروح البطولة فزيما فيه فوق فيه تحت بس سياسة الدنيا فعلا السنيني قد صعبة والظروف قد صعبة بس يعني الواحد بيحاول دايما يدور على يعني استفدته من المكان تسأولك انت طلعت كسبان اه بالضبط يعني المشاركات الأخيرة مع مصر المقصة مزدور أظهرتك بشكل كويس وانت كمان بينا أو بينات ان في حالس واحد جاي للكرورة المصرية بشكل علي يعني ده فضل نادي المقصة علي بصراحة السنة دي لان هو داني فرصة ان انا اظهر في الدوري المنتزبه بشكل مناسب يعني لعبت في البطولة العربية وخدت في كاس مصر ولعبت في الدوري فدي من الحاجات المميزات ان انا قدرت ان انا يعني لو في نادي كبير ممكن ما كنتش اشارك هيبقى فيه رقم واحد زي ما كنت في نادي الأهلي في رقم واحد واثنين وثلاثة فهتبقى الفرصة مش موجودة تبحس ان انت تأخرت في الخروج من النادي الأهلي يعني كان ممكن تاخد فرصة اكبر بطبيعة الحال فيه صعوبة انك تشارك بشكل اساس في النادي الأهلي بس كان ممكن تخرج قبلها بشوية ولا انت كنت انت مبسوط في النادي الأهلي كنت مبسوط وبعدين كان جايلي فترة كنت متواجد دايما في الفريق الأول يعني اعتقد اي حد في مصر يتمنى ان هو حتى بس يخش جوتتش يعني مش حتى يتمرني بس يتفرج على التمرين فده كان يعني من انا صغير حلم ان انا عايزة اللعابة اللي بشوفة في التلفزيون دي اتمرم معاها هرجعلك في الاستفادة اللي انت استفادتها طبعا في النادي الأهلي والاستفادة اللي استفادتها بالتأكيد بمشاركتك أسيا مع مصر المقصة